موسيقى نحن والحمد لله في السودان حكومتنا الآن وقوة حرية وتغيير وكافة القوى الوطنية السودانية يؤمنون على الدولة المدنية السودانية وهي في الأساس دولة المواطنة وهذه الدولة نحن الآن في هذه المبادرة نؤسس لها بأن هناك اتفاقا قد تم أن تكون الفترة انتغاليها ثلاث سنوات نقول ونكرر أننا نريد أن تكون هذه الفترة محكومة بدستور مؤقت بدلا من أن تحكم بما يعرف بإعلان دستوري في الفقه الدستوري هناك اختلاف بين الإعلان أو الأمر الدستوري والدستور الموقت والدستور الموقت هو صلاحيات الفترة الانتقالية والحقوق والواجبات وسيغة الحقوق وغير ذلك وإلى أن يتداول الشعب السوداني باختيار حكومته بانتخابات حرة ومجزية وهذا ما جاء في هذا البيان وهذا ما توضع عليه إخوتنا في نقابة مصر على رأسهم الأخ الكريم الأستاذ سامي عاشور رئيس اتحاد المحامين والأخ مازين أرشدات نقيب الأردن نؤكد على هذه نؤكد لأنه الآن لا حجر لأي شخص غادر السودان مغضوبا عليه أو هاربا أن يعود الآن للسودان الشعارب هو الآن حرية وعدالة وهي متاحة للجميع ونحن نرحب على ذلك ودستورنا أو مسودتنا التي قدمناها الآن هي تؤكد على الدولة المدنية ليس فيها أي شيء يقول بغير ذلك شكرا جزيلا طيب الأستاذ نادية صالح شكرا على السؤال الذي يحصل الآن في السودان ثورة شعبية حقيقة تدعى إليها جميع أفراد الشعب السوداني وانتصرت الحمد لله وهم قوامات الانتصار هو انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة والانحياز من رأس القوات المسلحة جميعها دون ما انقلاب من القوات المسلحة وكانت الخشية أن يتم انقلاب في ثنايا هذه الثورة وبالتالي يفسد المصهر الحضاري الثوري لهذه الثورة فإحياز نحن نعرفه تماما حدث في سنة 85 قيادة القوات المسلحة انحازت إلى حراك انتفاضة شعبية والآن نحن نكرر هذا الأمر ترتيبات الفترة الانتغالة الآن تم اتفاق نحن ندعمه تماما بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتقيير من بين بنوده أن تكون الفترة الانتغالية ثلاث سنوات هذه السنوات السنوات الآن تم الاتفاق أن تكون هناك ثلاثة مستويات للحكم أولها المجلس السيادي وبدلا من المجلس العسكري وهذه خطوة مهمة نحو المدنية اثنين الحكومة التنفيذية وثلاثة مجلس تشريعي أرجع تشكيله إلى فترة ثلاث سنوات بعد قيام السلطة التشريعية وهذا المجلس السيادي يتداول السلطة بينه وبين المدنيين إذ يحكم الفترة الأولى من الثلاث سنوات عسكري الآن هو رئيس المجلس العسكري ثم بعد ذلك مدني من بين المدنيين الستة في المجلس السيادي المكون من عشرة في هذه الفترة لا بد من إعداد قانون انتخابات حر ونزيح لا بد من قيام لجنة للدستور على غرار اللجنة التي كانت تشارك فيها بفعالية الأستاذ سامح في مصر هنا ثم بعد ذلك تقوم انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية لإجازة الدستور الذي تعده لجنة قومية للدستور وفي هذا الدستور في الفترة بعد الانتخابات سوف يحدد فترة أو عهدة الحكم أما إذا تكون أربع سنوات خمس سنوات أو غير ذلك شكرا هلالك تواصل بالطبع هذا أمر أن يهمنا جميعا ونغابة المحامين هي الضمير النابض للأمة السودانية وهي أول ما حدثت الثورة كان لها غصوة الصبق في تأييد هذه الثورة والاستفاف خلف الثورة أصدرنا عدد 11 بيان كلها تجيء تواصلاً مع الثورة مع المجلس العسكري مع كل فئات الشعب السوداني فنحن الآن في قلب الحدث إن شاء الله تعالى حتى الآن ليس لنا تواصل عن هذه الدول مع أنه حضر الأخ الأمين العام ولكن لم نحظى بوقت لمقابلته وأفتكر هذه المبادرة الآن هي دعوة لجامعة الدول العربية أن تقبلها وتؤمن عليها ولذلك أقول جامعة الدول العربية رمت بسهمها في المسألة الانتغالية وحل المشكلة السوداني وكان رأيها إلى حد كبير توافق أهل السودان جميعاً على إدارة الفترة الانتغالية إدارة راشدة لا إقصاها فيها حتى نأمن في هذه الفترة من أي معارضة هذه الفترة لا تحتمل المعارضة وإلا لن يكون هناك مجال للتأسيس للحكم الديمغراطي المرجوع إن شاء الله بعد نهاية الفترة الانتغالية بصدد حدث واقع وهو اتفاق تم الآن بين قوة الحرية والتغيير والمجلس العسكري وفي هذا الاتفاق نحن نقدم هذه الوثيقة الدستورية كدستور فيما أنه نخشى أن يذهب هذا الاتفاق إلى إعلان دستوري أو مرسوم دستوري نحن عندنا في السودان الإعلان الدستوري هو زي الأمر الدستوري أو كالبيانة الأول لهذه الثورة الذي أدعه القائد العام للجيش السوداني نحن نطور المسألة بتاعاته مجرد مرسوم دستوري أو أمر دستوري بصلاحيات هياكل الحكمة السلاسة فقط عشان تقاسم المناصب نطور هذا الأمر لذلك لجأنا لإخواتنا في النقابات أهل الحل والعقد أهل الدستوري والقانون وشرحنا لهم هذا الأمر لهم الخشية أن نجي بإسم هو ذاته البيانة الأول والبيانة الأول ده عندنا كان في ثورة النميري زمان وثورة عمر البشير وإنقلاب عمر البشير زمان وهو بيان الأمر الواقع ما فيه سمة دستورية دستور موقع زي ما عدل لنا أخونا مازم بدل دستور انتقالي موقع فيه سمة دستورية لأنه لنا ثلاثة شهور محتاجين الآن عندنا فراغ حكومي وعندنا فراغ دستوري أيضا فديرنا سد هذا الفراغ لأنه لنا حكم دستوري يحكم الفترة الانتقالية التجربة المصرية تجربة رائدة جدا وتجربة رشيدة وأفضت إلى استقرار نحن نحتز به كثيرا نحن نعيد إن شاء الله إذا ما كانت هناك فرصة نحن الآن دارين نقنن وضع بعجلة شديدة حتى لا يكون مقننا بالبيانة الأول بيانة الأول ده البيانة بتاع الانحياز نحن دارين لنا دستور الآن فاتفقنا أنه زي ما قال أخونا سيد الرئيس أنه هو فعلا فيه سمة لكن ياريت لو يكون لجنة قومية من كل فعاليات الشعب السوداني دون ما يخصى تضع الدستور ثم بعد ذلك انتخابات هذا أمر ربما يكون متاحا طوال أو في أثناء فترة الانتقال وهي فترة طويلة ويمكن أن يطرح هذا الأمر أن نحن نعيد إن شاء الله إذا في تفكير زيذا أن نستلهم هذه التجربة ونقدمها وندرس أول حاجة فيما بيننا ومع الخبراء الدستور السوداني وما إلى ذلك ولكننا نغدرها تماما لكن الآن توضعنا مع نقابة مصر ونقابة أردن وندعو نقابات الدول العربية واتحاد المحامل العرب والجامعة العربية أن تلقي بثقلها يجب أن تدار الفترة الانتقالية بدستور مؤقت وليس بأمر دستور هذا لدينا رجول شكرا